قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة لا تقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به وشدد الجبير في تصريحات لقناة بوكس نيوز الأمريكية على أن بلاده لا تسعى إلى استخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة وأن قرار أوبيك بلاس بخفض الإنتاج جاء لصالح الاقتصاد العالمي وأكد الجبير أن السعودية تريد الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط لصالح المشترين والدول المنتجة للنفط